لنرى إذا كنا نستطيع تطبيق ما تعلمناه على مسائل معقدة نوعا ما لنرى كيف يمكن إعداد هذا لنفرض أن لدينا مقاومات على التوازي على التوازي وسأحاول جعل الأرقام قريبة ومقبولة منطقيا هذه أربع أوم ومن ثم لدينا مقاومة أخرى مقاومة أخرى وهي ثمانية أوم ومن ثم لدينا مقاومة أخرى هذه المقاومة قيمتها ستة عشر أوم ومن ثم لدينا مقاومة أخرى هنا هنا هذه المقاومة أعتقد أن الأرقام مناسبة حسنا هذه ستة عشر أوم ولنفرض هنا أن لدينا مقاومة أخرى على التوالي ومقدارها واحد أوم وكل هذا الشيء مربوط على التوازي مع هذه المقاومة لقد أصبحت مسألة صعبة وقيمة هذه المقاومة ثلاثة أوم حسنا ولدينا مقاومة هنا هذه المقاومة قيمتها واحد أوم للتسهيل وليجعل الأرقام منطقيا سهلة سأقوم بذلك بتبسيط هذا الرقام هذا الطرف الموجب وهذا الطرف السالب وفرق الجهد هو عشرون فولت وما أريد أن نعمله هو معرفة ما هو التيار المار في هذا السلك عند هذه النقطة من الواضح ستكون مختلفة عن هذه النقاط المختلفة التي تمر في مقاومات مختلفة حسنا أسهل طريقة لذلك هو إيجاد المقاومة المكافئة لأنه حالما وصلت إلى هذه المقاومات الشيئكة في البداية لنبدأ بحل هذه المقاومات جزءا جزءا لإيجاد مقدار المقاومة على هذه المقاومات التي على التوازي إذن هذه 1 على المقاومة الكلية تساوي 1 على 4 زائد 1 على 8 زائد 1 على 16 زائد 1 على 16 إذن هذه المقاومة الكلية تساوي 1 المقام هذا يساوي 4 زائد 2 زائد 1 زائد 1 على 16 إذن 1 على R سيساوي هذه الأرقام تساوي 8 على 16 إذن وتساوي نصف إذن R الكلية تساوي 2 ثم بسرعة كل هذه المقاومات ستساوي 2 أوم حسنا دعوني أمسح هذا لأبسط الرسمة إذن سأبسط الرسمة لتكون أبسط هذا هو كل شيء كل هذه المقاومات تساوي 2 أوم هذه المقاومة إذن البديلة أو الكلية للمقاومات الأربعة التي كانت على التوازي وتساوي 2 أوم أريد أن أضمن أن الدائرة مغلقة حسنا بسهولة حولنا تلك الرسمة المعقدة إلى هذه الرسمة الأبسط نوعا ما حسنا ما هي المقاومة المكافئة الآن لهذه المقاومات إنهم على التوالي والمقاومات على التوالي نقوم بجمعهم ونحصل على مقدار المقاومة الكلية وهي ستكون في هذه الحالة الثلاثة إذن لنمسح هذا ونبسط ذلك إذن هذه المقاومة الكلية هنا ستساوي مجموع المقاومتين أي 2 زائد 1 وستساوي ثلاثة هذه المقاومة ستكون ثلاثة أوم الآن هذا أصبح سهلا والآن ما هو تبسيط هذه المقاومات المتبقية حسنا واحد تقسيم المقاومة المكافئة يساوي 1 على ثلاثة زائد 1 على ثلاثة ماذا يساوي هذا؟ هذا سيساوي 1 على R تساوي 2 على ثلاثة ومنه R تساوي 3 على إثنان أو يمكن القول أنها تساوي 1 ونصف إذن لنمسح ذلك ونبسط إذن يمكن اختصار هاتين المقاومتين ثلاثة أوم وثلاثة أوم بمقاومة واحدة وهي واحد ونصف واحد ونصف أوم وفعلا هذا هو الوقت المناسب للإدراك والتوجه بالرغم من أن هذان المقاومتين مقدرهما ثلاثة أوم فإن الإلكترونات من قبل عامل من اثنين وهذا يقلل المقاومة وهذا يفتح طرق أكثر للإلكترونات حتى تسير في ذلك الاتجاه لهتين المقاومتين المتوازيتين هي عملية نصف كل واحدة منهما فكر بهذا أكثر سيعطيك فكرة بما يدور خلال هذا وكيف تتحرك الإلكترونات بالرغم أنني سأكون في فيديوهات مستقبلية عن هذا الموضوع حسنا لقد جمعنا هاتين المقاومتين وأصبح لدينا مقاومة مقدرها واحد ونصف أوم والآن ما بقي لدينا مقاومتين على التوالي وكل الدائرة ستصبح هكذا وهذا شيء أساسي على التوالي واحد وواحد ونصف إنهم على التوالي فنقوم بجمعهما واحد وواحد ونصف هذا يساوي اثنان ونصف أوم حسنا وفرق الجهد عشرون ما هو التيار الآن لنطبق قانون أوم V تساوي I R فرق الجهد هو عشرون يساوي التيار ضرب المقاومة المكافئة وتساوي اثنان ونصف أوم إذن تساوي خمسة على اثنان إذن عشرون تساوي I ضرب خمسة على اثنان وهذا يساوي I تساوي اثنان على خمسة ضرب عشرون ويمكن كتابتها I تساوي ثمانية أمبير هذا جيد بالرغم أنها كانت تبدو مخيفة في البداية على كل حال إذا فهمت هذا يمكنك حل أي مسألة معقدة في الدوائر الكهربائية أراكم في الفيديو القادم إلى اللقاء